وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 509 قضايا تموينية بمضبطات بلغت 145 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 94 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي تم ضبط 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 727 قضية من بينها 130 قضية خبز نقص الوزن و108 قضية خبز غير مطابق للموصفات ترجمة نانسي قنقر